على بعد أمتار من الصور الجنوبي للمسجد الأقصى شهد الأمويون منذ مئات السنين قصوراً لم تزل بقاياها حاضرة بكامل مهابتها مجاورة للصور العثماني للبلدة التاريخية كما القدس بكاملها تعرضت هذه المنطقة الأثرية لحملات تهويد مع تحويلها إلى مزار سياحي وافتتاح ما يعرف بمطاهر الهيكل وقبل أسبوعين فقط باشرت وزارة القضاء الإسرائيلية بتسجيل هذه الأراضي رسمياً لتصبح بملكية الاحتلال علماً أنها أراضي وقفية مناطق القصور الضوية وكل الأراضي المحيطة بالأقصى هي وقف إسلامي أصلاً والوقف له حصانة فلا يجوز العداء عليه فلا نعتبر غائبين فأملاك الأوقاف ليست غائبة وبالتالي ما يقوم به الاحتلال هو اعتداء صارخ لكل قواليل العالم تبلغ مساحة هذه الأرض نحو عشرين دنماً وهي أحد الأماكن الأكثر حساسية بالقدس الشرقية لكونها ملاصقة للمسجد الأقصى يأتي قرار تسويتها ضمن مخططات السيطرة على البلدة القديمة وتطويقها من الجنوب عبر ربط هذه الأراضي بالمشاريع الاستيطانية في بلدة سلوان نهيك عن تطويقها شمالاً عبر مخططات استيطانية في حي الشيخ جراح وشرقاً في جبل الزيتون كمان أعلنوا عن تسوية في منطقة أبو طور أو الطوري يعني 240 دنم يعني فيه هناك المئات من السكان أو المباني السكنية اللي هذا رح أثر عليها كجزء من خطتهم لتوسيع ما يسمى عندهم الحديقة السلام اللي هي على أراضي أبو طور على أراضي سلوان بدأ مشروع تسوية الأراضي بالقدس الشرقية بقرار من وزيرة القضاء السابقة أييل تشاكيد ليكون حقاً للمقدسيين يرادوا به باطل فيستخدم آدات إضافية لمصادرة الأراضي وفرد السيادة عبر الملكية وحزم قضية القدس الشرقية ومنع تقسيمها رمز أثري إسلامي ملاصق للمسجد الأقصى يسجل حضوره بالقدس منذ أكثر من 1400 سنة سيسجل بملكية دولة عمرها بالكادي 74 عاماً هكذا ستطوق سلطات الاحتلال البلدة القديمة فكيف ستتحرك الجهات المعنية دفاعاً عن أراضي القدس وأوقافها إمان جبور قناة الغد القدس المحتلة